حسين السيد عمري 40 سنة تم عمل قسطرة شهر 2 سنة 22 يعني تقريبا من ساماتين وجد قصور في الشرين التاجي مما ادى الى تركيب دعامتين يعني الراجل ده سنة 40 سنة وحاطت دعامتين طولي 167 سنة ووزني 75 كيلو عملت له كتلة جسم وزي بفكركم دايما كتلة جسم مهمة جدا مفيش حاجة اسمها رجيم اطلاقا اللي بمعمل كتلة جسم مفيش حاجة اسمها وزني انسى كلمة وزني دي خالص لازم طولك ووزنك عشان اعملها كتلة جسم كتلة جسم البسط هو الوزن والمقام الطول بالمتر مش بالسانتي مضروف في نفسه يبقى بالنسبة لحسين السيد حيبقى البسط 75 والمقام واحد وستة من عشرة في واحد وستة من عشرة تطلع تسعة وعشرين واثنين من عشرة دا عالي شوي بس مش خاطر دا كتلة جسم عالية الطبيعي خمسة وعشرين انت تسعة وعشرين داخل على التلاتين دا محتاج رجيم يا حسين ووزني كذا باخد علاجات كذا وكذا طبيب قالي العلاج كذا دا هتاخدوا لمدة سنة حل هستمر طول عمري على العلاجات دي خصوصا كذا مع العلم ان لا أعاني لا من ضغط ولا وسكر كنت أعاني من ارتفاع كوليسترول في الدم أرجو الإفادة وما معنى ان الواحد يقول رجلي منملة تنميل القدم ما معناه وليس الإحساس التنميل القدم حتنكسر وما بقدرش حد يقرب منه مع الشكر طيب نقسم بقى كذا حاجة كده 40 سنة يركب دعمتين يبقى فيه عامل من عامل خطورة عشرين التاجي هو قال ما فيش ضغط ولا سكر لكن الكوليسترول الكوليسترول أحد عوامل الخطورة في الشورين التاجي يعني ايه عوامل خطورة في الشورين التاجي يعني ايه الكلام ده يعني أما يبقى واحد ما عندوش ولا عامل خطورة يبقى خوفي عليه بسيط جدا بسيط جدا يعني يقول لي أنا عايز أعمل شاك اوب طب انت عندك كوليسترول عالي يقول لي لا عندك سكر يقولي لا عندك ضغط يقولي لا هل انت من أسرة سيئة السمعة في القلب يقولي لا هل انت مدخن يقولي لا اقول له اعمل شك كل سنتين مر كل سنتين بقى اروح اعمل شك انما لو حط عامل من عوامل الخطورة ما يبقاش اجابتي كده مثال انا عايز اعمل شك ابي يا دكتور ليه اصلا انا والدي مدفجة وامي عاملة قلب مفتوح واخوية حتى الدعمات بقى اسرة سيئة السمعة جدا اقول له اعمل شك ابي دلوقتي وكمان كل ستة شر هنتمم عليك ده لو الشك ابي الاولين طالع نور لو طالع سليل اقول له هنعيد كمان ستة شر وكمان ستة شر ليه عنده عامل خطورة شديد وهو الاسرة الامة ماتت فجأة والاب عامل قلب مفتوح او العكس والاخ عحطي الدعمات ده مرعب ده مريض مرعب ده لازم نخلي بالله منه قال لي لقى العيلة كويسة زي الفل بس انا مدخن ادي عامل من عامل خطورة تاني هيعمل شك ابي كل ستة شر لانه مدخن لا ده انا عندي سكر ادي عامل خطورة لا ده انا عندي ضغط لا انا عندي كل السرور ساعات الخمسة يتلموا في واحد مدخن مدخن عنده سكر عنده ضغط كل السرور العالي اسرة سيئة السمعة ده قنبلة زمنية ده قنبلة زمنية المريض ده ده خطير ده اللي لازم نتمم عليه كويس قوي فهو سين واربعين هو ما قالش مدخن ولا لا حزاري تكون مدخن حزاري بكررها لك تكون مدخن يكفي انك عندي انك سكر يكفي ان انت اسرة سيئة السمعة يكفي ان انت عندك ضغط وكل السرور كفاية اشتركوا في القناة